عندما نتحدث عن الدولة الأموية أرجو أن لا نقول بأنها دولة إسلامية لأن التاريخ لم يقل الدولة الإسلامية قال الدولة الأموية نسبها إلى أشخاص ونسبتها إلى أشخاص يريحنا كي لا نحمل أخطاء الملوك والحكام على الإسلام على الدين الإسلام أرقى وأرفع وأنقى من أن يقال فلان استلم الحكم ونصب ولده بعده وورث الملك لمن بعده ثم يتقاتل أبناء العائلة الواحدة من يكون بعد الموجود يعني الخط المرواني عندما يأتي فيأخذ الحكم من الخط السفياني ثم يفاجأوا بعمر بن عبد العزيز وهم لم يكونوا مخططين لأن يكون هو الخليفة وكيف أن هذا الخليفة استطاع أن يغير النهج ولو كان النهج صحيحا على القرآن وعلى السنة فما كان هناك حاجة لأن نقول بأن عمر بن عبد العزيز كان النقطة الناصعة والبيضاء والمحي للسنة والمرجع للحقوق إلى أقل أحسنتم إذن هذا مما يجب أن نلتفت إليه وأن يكون واضحا لدى أبنائنا وشبابنا انتبهوا هناك فرق بين الملك العضوض الذي ثبت بالسنة النبوية وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك هذا الملك العضوض الذي غير بالشورى في الخليفة الأول سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وغير في النص إمامة لأمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه فلما أصبحت المسألة مسألة ملكية ومال وسلطة وشهوة وتسلط لم يعد الأمر يحتمل أن ينسب هذا الأمر والله هذه الدولة إسلامية وهذه الدولة هي ناقلة الشريعة بل سأقول الإمام الزهري والإخوة يتابعون متى بدأ التفكير بتدوين الحديث الشريف أليس بعد المئة الأولى أليس مع نهاية عهد سيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أو رحمه الله أو أي دعاء يعني الآن عندما نجد بأن الجو العام عند العدل السياسي بدأ العلماء يفكرون في إمكانية تدوين الحديث الشريف لينقوه ويصفوه من الوضعين والكذابين والذين يريدون أن يسيئوا إلى السنة النبوية الشريفة أو إلى تفسير آيات من القرآن الكريم إذن من الجانب السياسي هناك مشكلة وأيضا من الجانب العلمي والفقهي وتدوين الحديث الشريف أيضا يوجد مشكلة ولو كانت الدولة كما يعتقد البعض بأنها راشدة أو على الطريقة النبوية لما كنا بحاجة إلى أن تظهر دعوات أعيدوا كتابة الحديث نقوا الحديث وصفوا الحديث وأنظروا أين هو الصحيح من الضعيف ترجمة نانسي قنقر